في كل عام يحل موسم هجرة الطيور من أوطانها لتعود إليه لاحقا وفي سوريا وحدها يحل موسم هجرة قصرية للبشر داخل أوطانهم دون ما أمل في العودة هذا كان حال أهل دارية قرب دمشق بعد تهجيرهم قصريا تحت القص والتجويع لسنوات تهجير يقول ساسة المعارضة السورية إنه تكتيك إيراني من تنفيذ دمشق وإن أهدافه بعيدة ولا تقتصر على بضع مناطق هنا أو هناك بل هي السياسة هدفها التغيير الديمغرافي لصالح طائفة دون أخرى ومؤخرا بدأ النظام بتكثيف قصف حي الوعر الحمصي وتهديد المعظمية قرب دمشق لغاية يعتقد أنها استكمال لهذا المسلسل مسلسل يسير كما يراد له إذ أضحى نصف سكان البلاد لاجئين في دول الجوار أو نازحين في بلدهم وقعت المعارضة السورية في فخ الحصار تكتيك من العصور الوسطى لم يسلبه الوقت نجاعته الحكومة على ما يبدو أدركت أن الحصار والقصف إن زادت حدتهما إلى مستوى معين سيدمران قدرة المعارضة والأهالي على الاحتمال استنتاج خطته صحيفة الوطن السورية عنوانا عريضا على صفحتها الأولى معظمية دمشق آمنة خلال يومين ومسلحوها إلى ريف إدلب مفهوم الأمان هنا بالطبع نسبي ومثقل بسياق معقد فقد وجه الساسة في دمشق رسالة إلى أهالي المعظمية المنهكين من حصار طويل يطلبون فيها الدخول وتسليم المدينة والسلاح وإلا سيقصفون بالبراميل والنبالم شمالا في حي الوعر المحاصر في حمص شنت الطائرات السورية والروسية غارات هي الأولى من نوعها منذ عام ويقول مصدر مفاوض معارض من داخل الحي إن دمشق تسعى لتهجير الأهالي وإنها هددت السكان بتدمير الحي بالكامل إن لم يخرج الجميع مقاتلون ومدنيون سيناريو لا يزال طازجا بعد أن انتهت أربعة أعوام من الحصار على درية بخروج السكان سيناريو خرج من طي المستحيل إلى طاولة المفاوضات بعد توالي الصور البائسة واستنجاد الصغار من تحت الأنقاض وهو ما يدل على جدية الحكومة في تنفيذ وعيدها على الجهة الأخرى من المعركة ومن صفوف المقاتلين المنسحبين أو الذين سينسحبون يذيل الناشطون تقاريرهم بالتذكير بمحرمات القانون الدولي كترحيل المدنيين والتجويع وعلى بعد آلاف الأميال تنادد الإدارة الأمريكية أيضا بما تصفه بأسلوب الجوع أو الاستسلام الذي تنتهجه دمشق لكن التنوع مصادر الإدانة لا يحرك مسار الحرب قيدة ملا المزيد عن المناطق التي تتعرض للحصار والتجويع والتهجير في سوريا مع ألمة ما الذي أعددت ألمة؟ نعم فضيلة سنتحدث قليلا عن وضع أبرز المناطق التي تعرضت لهذه السياسة في سوريا فبعد وصول الدفعة الثانية من نازحي مدينة دارية في ريف دمشق إلى ريف إدلب شمالي سوريا تكون دارية قد أخليت من سكانها أكثر من أربعة آلاف مدني وسبعمائة مسلح غادروا هذه المدينة المحاصرة منذ عام 2012 من قبل الجيش السوري غادروا بموجب اتفاق بين دمشق والمعارضة لكن طبعا لا تزال العديد من المناطق التي لم يتم التوصل لاتفاق بشأن فك الحصار عنها أو لم يتم تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين النظام السوري والقوات المعارضة بشأنها تنتظر ما يجعل أكثر من 600 ألف شخص تحت الحصار حسب أرقام الأمم المتحدة لكن لدينا منظمات غير حكومية مثل باكس الهولندية وسيريا انستيتيوت الأمريكية تقول إن أكثر من مليون شخص يعانون مخاطر وفا متزايدة في هذه المناطق طبعا هذا بسبب نقص الغذاء والماء والكهرباء في 46 بلدة محاصرة حسب المنظمتين نفسهما لعل أبرز هذه المناطق لدينا مضايا التي حاصرتها قوات النظام السوري مرات عدة خلال السنوات الخمس الماضية لكن ميليشيات حزب الله أطبقت الحصار عليها منذ يوليو 2015 يعاني أكثر من 40 ألف شخص من هذا الحصار وآخر قافلة مساعدات دخلت البلدة كانت منذ أكثر من 6 أشهر لدينا الزبداني التي توصلت الحكومة السورية والمعارضة إلى اتفاق بشأنها يقضي بإجلاء محاصريها مقابل إخلاء أفراد قريتي الفوعة وكفرية التي تحاصرهما المعارضة لكن ذلك لم ينهي الحصار حتى ثم هناك أيضا لدينا حي الوعر آخر الأحياء التي بقيت تحت سيطرة المعارضة السورية في مدينة حمص وسط البلاد على عانى هذا الحي من درجات تعدى من الحصار منذ نحو عامين تعيش فيه 12 ألف نسمة يفتقدون لمقومات الحياة الإنسانية رغم كل الاتفاقات التي توصلت إليها قوات الجيش السوري والمعارضة الآن بالنسبة للمناطق المحاصرة من قبل المعارضة لدينا نبول والزهراء قريتان متصلتان في ريف حلب شمال البلاد تخضعان للحصار منذ عام 2012 يقتنهما نحو 70 ألف شخص إضافة طبعا إلى كفرية والفوعة في محافظة إدلب والمحاصرتين منذ مارس 2015 حيث كان عدد من أهالي القريتين غادروا ضمن اتفاق وقف إطلاق النار والذي طبق نهاية ديسمبر والذي تم بموجبه أيضا السماح بدخول المساعدات وإن كانت طبعا هناك الكثير من الانتقادات الفضيلة حول كل هذه الاتفاقيات حول طبيعة تنفيذها آلية التنفيذ الأطراف المشاركة فيها إلى آخره من كل هذه التفاصيل بالتأكيد آلما سنعالج هذه القضية أكثر مع ضيفنا من بيروت رئيس منظمة جستيسيا الحقوقية الدكتور بول مرقص مساء الخير الدكتور بول مرقص من الواضح أن هذا التهجير القصري ليس مجرد نتيجة للعنف بل هو هدف محدد سلفا كما يقول الكثيرون كم تحقق للنظام برأيك من هذا الهدف؟ بطبيعة الحال أن أي طرف من أطراف النزاع الذي يدأب على هذه الممارسة الخارجة عن القانون الدولي الإنساني إنما يرتكب جريمة ضد الإنسانية جريمة حرب جرائم تنتهك اتفاقيات جونيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكوليين الإضافيين لها لعام 1977 خصوصا البروتوكول الإضافي الثاني وهذه النصوص الدولية تجمع على أنه لا يجوز لأي طرف من أطراف النزاع وثم عديد من هذه الأطراف تتناوب الآن في النزاع السوري على استهداف المدنيين تهجيرا وقمعا وتشريدا وتجويعا وحصارا هذه كلها تقع تحت طائلات القانون الدولي الإنساني اليوم وتشكل مادة جرمية صالحة للتوثيق كي فعلا تنظر بها أي محكمة خاصة بالنزاع السوري أو المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وفقا لنظام روما لعام 1998 التي تنص تحديدا في نظامها المذكور على هذه الجريمة وتحديدا الإبادة تقول الإبادة أو التهجير المنهجي للسكان المدنيين العزل نعم دكتور بول الحديث عن كل أطراف النزاع ولكن من يقوم بهذه السياسة بشكل أساسي هو النظام السوري الذي من المفترض هو قائد للدولة بطريقة أو بأخرى هناك من يشعر بأنه يفعلها بغطاء دولي يعني الأمم المتحدة اليوم تشارك برعاية مثل هذه الاتفاقيات كيف يمكن تفسير موقف الأمم المتحدة وإلى أي مدى هذا الموقف من قبلها ربما سيقود أي إمكانية لمحاكمات عادلة في المستقبل هذا سؤال مهم لأن القانون الدول الإنساني اليوم للأسف الشديد على أرض الواقع السوري هو معلق ثمت اليوم تعليق لهذه النصوص الدولية التي أجمعت عليها البشرية جمعاء والتي كانت موضوع تفعيل في النزاع السربي البوسني لعام للأعوام التسعينات القرن الماضي شهدنا محكمة غسلافيا السابقة أنها فعلت تطبيق هذه النصوص ويؤمل أن تنشأ محكمة خاصة أدهك لتفعيل هذه النصوص أو أن تحال هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لكن المشكلة اليوم أن هذه الإحالة هي إحالة سياسية وإن كانت المحكمات التي يمكن أن نشهدها في السنين القادمة ستكون نأمل أن تكون قانونية لكن الإحالة سياسية وبالتالي فإن هذه الإحالة تأتي تحديدا وخصوصا من قبل مجلس الأمن الدولي حيث تمارس على الأقل خمسة من أعضائه هي الدول الدائمة العضوية ممارسة حق النقد الفيتو وبالتالي تعطل أي إحالة للنزاع السوري أمام المحكمة الجنائية المختصة دوليا فلذلك ثمت ما نشهده اليوم من عولمة اللامبالات أي أننا كلنا أصبحنا متفرجين صامتين في هذا النزاع ونرتكب جريمة الصمت أو جريمة التفرج على هذه المأساة الإنسانية المتمادية والتي لا نرى لغاية اليوم بصيص نور في القانون الدولي كي نطمئن إلى أن العدالة ستأخذ مجراءة قبل القانون الدولي دكتور مرقص قضية هذه المناطق التي تآكل فيها النسيج الاجتماعي والديموغرافي يعني هي مؤشرات لابد أن لا تغفل أيضا في أي حل نهائي الآن إلى أي مدى من المهم وضع بنود في أي اتفاق في أي محادثات مقبلة في جناف تتحدث عن هذه المناطق التي تغيرت ديموغرافيا أيضا للأسس سمت معيارين يأخذان في أي تسوية دولية المعيار الأول هو معيار المصالح الدولية التي تأتي لتقاسم النفوذ ولا تأتي بالضرورة وبالتمام والكمال كي تجسد الواقع السوري النسيج الاجتماعي وإلى ما هناك من مكونات غنية للمجتمع السوري هذا من جهة ومن جهة ثانية للأسف ينتظر أن تنضج التسوية وهذه التسوية لا تنضج إلا على أجساد السوريين وعلى حساب نسيجهم الاجتماعي والتراثي والتاريخي والثقافي المدمر وقيد التدمير حاليا ومقدار ما يتم تدميره بمقدار ما تنضج التسوية هذا للأسف معيار السياسة اليوم التي في واقعها تختلف عن هذه المبادئ والقيم التي تتحدثين عنها فهذه القيم في مكان والسياسة الدولية في مكان آخر ومقياسها معيارها ليس البوصلة الحقوقية وليست البوصلة الثقافية والاجتماعية إنما للأسف موازين القوى التي تنضج اليوم ومعها تختمر هذه التسوية طيب دكتور بول السؤال هنا في هذه الحالة التهجير القصري الذي يحصل ليس فقط إبعاد الناس من المناطق وإنما يتم ربما تزوير بعض الأوراق حرق لسجلات مدنية يعني هؤلاء الناس ينتزعون بكل الأشكال من أرضهم بحال أي تسوية برأيك من ناحية قانونية هل يمكن استرداد الوضع الذي كان قبل حصول هذه المشاكل كيف يتم التعامل ربما في حالات سابقة في بلدان أخرى مع مثل هذا الوضع هذه إشكالية صحيحة وقد تمت معالجتها في عدد من البلدان التي شهدت حروبا ونزاعات مسلحة مدمرة خصوصا في الجانب الأفريقي لكن التجربة تفضي إلى ما يلي أولا تصدر الدولة أو السلطة التي ستحكم الإقليم حيث تتم التسوية أو نشهد الحال تصدر قوانينا هذه القوانين ترمم هذه الثغر وهذه الشوائب وكل ما تلف أو دمر وبالتالي تصحح هذه الوقعات القانونية وتبيح بطرق استثنائية ولمدد محددة ولأمد معقول أن يستعان بالمخاتير والشواهد والمستندات التي هي بحوزة أصحاب العلاقة هذه من المعالجات القانونية الاستثنائية التي تحصل في مثل هذه الكوارث بطبيعة الحال أيضا ثمت أسليب أخرى تبعا للواقع أو الموضوع أو الملف شكرا دكتور بول مرقص رئيس منظمة جستيسيا الحقوقية من بيروت ترجمة نانسي قنقر